الحضور الكرام شعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم بمزيد من الحزن والألم اخترم الموت شخصية فكرية عراقية كبيرة وهو الأساد كاظم سعد الدين هذا الرجل الذي قدم للمكتبة العراقية الكثير من المجزات الفكرية تعذيفا وبحثا وترجمة والأساد كاظم سعد الدين يعد من المترجمين أو المترجمين المبرزين في تاريخ الترجمة عن الإنجليزية في العراق كما أنه كان من الشخصيات الاجتماعية المحببة للكثيرين وقد شهدت هذه الصالة العديد من كلماته بمناسبات سابقة ولكن نحن الآن نستذكر كاظم سعد الدين وإدارة هذه الجلسة تعتذر كثيرا إلى ذكرى كاظم عندما تأخرنا كثيرا بالاحتفاء به لما كان بيننا ولكن لأسباب فنية تأخر هذا الاحتفاء حتى إذا حانت منيته أسرعنا ب إحياء ذكرى وأقول هذا آسفا الأستاذ كاظم سعد الدين سعدت برفقته منذ سنوات وإذا كان المتواتر أن الصديق تعرفه عند السفر فقد عرفته كاظم سعد الدين في سفرتين قبل سنوات وكان صديقا ورفيقا وحبيبا و انتهست فرصة لقاءات السابقة معه وحدثني الكثير عن أحواله ونشأته وشمائلي كما يقال وهو من مواليد مدينة بعقوبة سنة 1932 وكان أبوه السيد سعد الدين ابن السيد عبد العظيم الشديد وكيلا للمرجعية الدينية في مدينة بعقوبة وأنحائها يوم ولد كاظم سنة 1932 هم أصولهم كما عرفت فيما بعد أنه من مدينة كاظمية ثم تنقلوا إلى بلد خانقين واستقر بهم المطاب في مدينة بعقوبة هو كان يقول كان الطفولة في مدينة بعقوبة طفولة جميلة يتحدث عن نهر خريسان وسوق القرابيين في بعقوبة ومن هذه الذكريات الجميلة ولكن والده في آخر سنة 1939 فانتقلت أسرته إلى بغداد إلى منطقة الكرادة الشرقية وفي محلة البجمعة بالذات لأن أسرة البجمعة الكرادة هم أخوال الأساذ كاظم سعد الدين منهم عباس حسن جمعة من خاله وإيضا حدث قال أنه ابن خالد دكتور عبد المجيد حسين صاحب المستشفى في الكرادة أكمل الدراسة في بعقوبة والعفو في الكرادة في الثانوية الشرقية وقال لي مرة يقول أن في السنة الأخيرة وأنا في الثانوية الشرقية منحت هدية من المعهد البريطاني في بغداد لأنه يوم ذاك ترجم قطعة أدبية أو شيء من هذا القبيل ولتشجيع الصفارة العفو المعهد البريطاني ولأنه كان متفوقا في درجاته الدراسية فقد منح هذه الهدية في وقت مبكر هو تخرج من الفرع العلمي ويقول أنه بسبب أوضاع أسرة المالية لم ينتمي إلى كلية الطب أو الهندسة ففضل الدخول لدار المعلمين العالية وتخرج فيها سنة 1953 وعين في السنة نفسها مدرسا في ثانوية الخالص وفي هذه المدرسة أو الثانوية ظل فيها إلى مع بعد ثورة 14 تموز وصار وجها معروفا لدى أهل الخالص وانتخب عن نقابة المعلمين في مدينة الخالص لقد رشحه وصديقه الأستاذ نجيب محيد نقيب المعلمين يوم ذاك ثم انتقل إلى ثانوية في بغداد تجعل الثانوية العربية في بغداد وفي عام 1963 وزل عن الخدمة إلى سنة 1964 فعاد إلى العمل التدريسي وفي سنة 1967 انتدب للتدريس في المملكة العربية السعودية وفي متوسطة جدة حسب ما هو ذكر قال في متوسطة جدة بقيت لسنة 1971 وبعدها عاد إلى بغداد واستمر في سلك التعليم إلى تقاعده عنه سنة 1984 ولكنه من أواخر الستينيات أقل يكتب وينشر في الصحف والمجلات وقد ذكر لي أكثر من مرة أن أول شيء كتبه ونشره سنة 1965 في جريدة بغدادية هي البلد لعبدالقاد البراك وكانت تعليقا على كتاب مترجم لفؤاد جميل عن العراق هكذا هو قال ثم استمر وسنة 1968 يعني كان أول كتاب لأخو صدره في تلك السنة وهو المدخل إلى الأدب العربي مترجم لهامل تونجب الكاتب المستشغل برطاني المعروف وقد ترجم قسما منه الأستاذ كاظم سعد الدين سنة 1968 واستمر من سبعينيات والثمانيينيات يقدم للمكتب العراقية الشيء الكثير هو رجل كان مترجما صادق أمينا ومتمكنا إضافة إلى أنه كان باحثا في التراث الشعبي وكاتبا في قضايا الفكر العربي والعالمي معروف لمن يتتبع أو المتتبعي لسيرة الأستاذ كاظم سعد الدين هذه مقدمة سريعة عن حياة الأستاذ كاظم سعد الدين رحمه الله ونحن كما قلت الآن في صدد تعبين هذا الرجل فشكرا للأساتذ الأفاضل الذين لبوا دعوة هذه الجلسة وليت لتكون الدكتورة نادي هنّاوي هي يعني المقدمة العبو المتحدث الأولى في هذه الجلسة فلتتفضل بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لمؤسسة المدى لمبادرتها الطيبة باستذكار أحد أعلام ثقافتنا العراقية الفقيد الأستاذ كاظم سعد الدين شكراً للأستاذ رفعت لهذا التقديم الأستاذ الراحل كاظم سعد الدين عاش حياته محباً للترجمة أحبها حباً كبيراً وأخلص لها لكن حبه لها لم يكن هو يعني خالصاً لوحدها إنما ساقه إليها حب آخر لعل الكثيرين لا يعرفون ذلك وأعني به الأدب عموماً الشعر والسرد ولعلكم لا تعرفون وذكر الأستاذ رفعت أن أول عمل له كان عام 65 أنا أقول أن أول عمل يعني ابتدأه الراحل كان في مجال القصة القصيرة وكان يكتب ويعني نشر عدة قصص في مجلات محلية ونشر بعضها في مجلات عربية ووجدت له قصة منشورة في مجلة الآداب البيروتية بعنوان ما وراء النهر عام 1963 وهذا يعني أن عشقه الأول كان الأدب حبه للأدب هو الذي ساقه إلى الترجمة فقرأ قصصاً وروايات بلغتها الإنجليزية الأصلية وأحب بعضها ولهذا عمل على ترجمة بعضها لإيمانه وعمق وعيه بأهمية الترجمة في تحقيق التواصل والتفاعل مع الآخر من جانب وفي تنمية المواهب وتطوير القدرات ويعني فترجم من بعضها ما رأاه جديراً بالترجمة ترجمة لأشياء يعني نقل لمستشرقين ترجمة لكتاب وروائيين وقصاصين ترجمة لنقاد غربيين بعضهم لم تكن أسماؤهم معروفة ترجمة لكافغا لفرانس كافغا روايته في مستوطنة العقاب ويعني لأسماء أخرى غير معروفة هذا يعني أن الأستاذ كاظم سعد الدين كان يترجم ويضع لنفسه سياقات خاصة يعني مساقاته في الترجمة لم تكن مبنية على أطر التي يستند عليها أو إليها المترجمون اليوم لا هو هكذا حباً وهواية كان يمارس الفعل الترجمي وهذا الاتجاه هو الذي قاده إلى أن يقف عنده يعني أعمال لنقاد ولكتاب لا شأن له إن كانوا معروفين أو كان الوسط الثقافي قد مر على أسمائهم إنما كان يهمه ما يتلاءم مع ذائقته وحسه المرهف ويعني وعيه الفني والنقدي فالذي يعني يطلع على ما كتبه الأستاذ سعد الدين من مقالات ومن مؤلفات لمترجمة سيجد أنه كان يعني يتخذ من هذا الخط مساراً له ومن بين الدراسات التي ترجمها ترجمات توزعت بين النقدي والشعري والسرد فترجمة من الشعر الإيرلندي دراسة لناقد إيرلندي اسمه كينلي ترجمة له أشعار كثيرة هذا الكاتب طبعاً غير معروف يعني في الوسط والترجمة كانت في عام 82 لكنه مع هذا وهذه أيضاً سمة أخرى من سماته الترجمية أنه كان يقدم للترجمة بتعريف وافن بصاحب المقالة المترجمة وهذا أيضاً ينم عن وعي وذائق نقدية فكان يعرف بالكاتب يذكر لنا مؤلفاته يشير إلى أسلوبه ومساء الأخرى يغني بها القارئ العراقي والعربي ويقدم جديداً للثقافة العراقية فترجم فترجم الشعر الإيرلندي من حتى لشعراء مجهولين من القرن السابع الميلادي والذي يدقق في ترجماته الشعرية تحديداً سيجد أنه يمتلك وعياً ورهافة حسن وذائق راقية تعطي للشعر حيوية وكأننا نقرأه بلغته الأصلية وهذه مسألة يحسده عليها كثير من المترجمين اليوم الذين تفتقد ترجماتهم إلى السلاسة والإنسياق والدوزنة يعني كاظم سعد الدين كان يدوزن ترجماته بحيث تظهر يعني سلسة مرتبة وأنيقة وتقرأ برشاقة الأستاذ سعد الدين ترجم أيضاً قصصاً لكتاب غير معروفين كما قلت من ضمنهم مثلاً قصصاً قصيرة لكاتب هندي اسمه سري سري وكانت قصصه بعنوان في منتصف الليل ونشرها في مجلة الأقلام طبعاً من يعني ترجماته أيضاً لم تقتصر على الشعري والسرد إنما أيضاً ترجم للنقدي ترجمات كثيرة وكتب يعني مقالات في مجالات متنوعة يعني أيضاً في الفلسفة وفي التراث الشعبي لم يكن كاظم سعد الدين مترجماً حسب إنما كان أيضاً باحثاً مرموقاً كان يمتلك أدوات ناقد وأدوات الباحث النقدي لو نقرأ له مثلاً دراسات معينة سنجد أنه يمتلك هذه المقدرة من قبيل مثلاً نشر في مجلة الأقلام عام 79 مقالة بعنوان الخيول في القصة العراقية وفيها تتبع المنجز القصص العراقي منذ بداياته وإلى وقت الدراسة بحيث أن الذي يقرأها يدرك أنه كان على دراية كبيرة بطبيعة المنجز القصص العراقي وبما كتب حول الخيول من قصة ورواية من كتبه النقدية المهمة كتابه الريادي الأول من نوعه وهو الحكاية الشعبية العراقية نصوص ودراسة وله أيضاً دراسات في نقد النقدي يعني أيضاً كان يخوض في هذه المجالات وله فيها وعي خاص لعل أهم وأخطر دراسات كادم سعد الدين تلك التي نشرها عام 1983 في مجلة الأقلام وكانت بعنوان أي حقيقة تلك التي يبحث عنها كافقة كانت هذه مقالة خطيرة لأنها تبحث في صهيونية كافقة وهذه الدراسة أنا أقول خطيرة لأنها هي التي حفزت كاتبة عراقية مرموقة كبيرة أعدها وهي بديعة أمين أن تؤلف كتابها المعروف هل ينبغي إحراق كافقة وسلسلة طبعاً كتبها الأخرى ودراساتها التي ألفتها كانت بسبب هذا الحافظ بحيث أنها أرادت أن تثبت أن لا علاقة بين الكاتب وأصله وعرقه وديانته وبين أدبه بينما الأستاذ كاظم سعد الدين كان يبحث في صهيونية كافقة ويؤكد أن الصهيونية واردة في أدبه طبعاً كان الأستاذ سعد الدين أيضاً صحفياً مرموقاً ترأس بجلات في التراث الشعبي وفي ثقافة الأطفال وفي الفلسفة وكان في كل ترجماته يشتهد غير هياب ولا شكاك ما ترجمه كان كماً هائلاً من مقالات كثيرة تؤكد أنه يمتلك وعياً بالمنجز العراقي المنجز الأدبي العراقي والعربي والعالمي من كتبه آخر كتبه التي جمع فيها بعض مقالاته كان كتابه بحوث في الثقافة العالمية وله عام ثمانية وسبعين كتاب نشرته دار الحرية للطباعة بعنوان الأقصوصة جمع فيه ما قيلة من نقد غربي حول الأقصوصة تحديداً في مجالات التكنيكي والأسدوب وهذه أيضاً تنمو عن وعي نقدي امتلكه الراحل أعد أعد مشروعه الذي اشتغل عليه في مجال الترجمة يعني مهماً وينبغي جمعه وتبويبه لأن قسماً منه شحة في الأسواق والقسم الآخر ربما هو مفقود طبعاً الأستاذ سكاظم سعد الدين لم يكن يبحث في حياته عن ألقاب ولا عن شهادات كالتي يبحث عنها المحمومون اليوم ولم تكن تعنيه المناصب والكراسي الدولية والرسمية كالتي يبحث عنها الوصوليون اليوم وما كان تهمه وأن يكون الاسمه هكذا صيت ويرتقي لكننا بالمقابل نقول أن الأستاذ كاظم سعد الدين ينبغي أن يكون في رحيله محفز لنا لأن نعطيه شأناً يليق بالشأن الذي أعطاه لثقافتنا العراقية ويعني يؤكد يعني دوره ولعل هذا هو دور مؤسساتنا الثقافية التي ينبغي أن تطلع بهذه المهمة ويعني تظهر لنا حقيقة إبداعية هذا الرجل تصوروا أنه ترجم يعني رحلة لكاتب هندي جاء إلى بغداد عام 1907 ومر بالعراق من البصرة إلى بغداد وشاهد مشاهدات كثيرة يقدم للرحلة يقول هذه مهمة لأن فيها مسائل كثيرة عن العراق في تلك الفترة لا نعرفها ذكرها هذا الكاتب الهندي وأشار إليها وإذن التركيز على إبداعية الأستاذ كاظم سعد الدين ولا سيما في مجال الترجمة إنشاء مشروع باسمه كمنبر أو كمؤسسة أو كجائزة تليق به صحيح هو يعني مثل ما ذكر الأستاذ رفعت أنه في صغره ودائما كان يذكرها على المنصة وأنا شخصيا سمعته ذات يوم على منصة اتحاد الأدباء يذكر أنه في الصباح ترجم شيئا من قصة قرأها فأعجبته ونال عنها جائزة وفرح بها فكم كان فرحه سيكون كبيرا لو بالفعل في حياته يعني يعني أعطي له ما يناسب هذا المد الهائل الكبير الذي أضافه لثقافتنا العراقية رحم الله الأستاذ كاظم سعد الدين وأسكنه فسيح جناته والسلام عليكم شكرا شكرا لل الدكتورة نادي هنّاوي على هذه الكلمة لقائي الأخير بالأستاذ كاظم سعد الدين رحمه الله كان قبل نحو شهرين في ابتتاح مؤسسة إيشان للتراث الشعبي التي انبثقت بجهود الأستاذ الدكتور علي حدد وقد بدت على الأستاذ كاظم سعد الدين يوم ذاك أوصاب الشيخ و يعني المرض بين علي بطريقة حديثه وبطريقة جلوسه مع الأسف الآن صاحب هذه المؤسسة مؤسسة إيشان للترع علي حدد الذي يحل بيننا ليقدم كلمته فليتفضل السلام عليكم وطاب صباحكم جزا الله المدى خيرا أنها كانت السباقة في الاحتفاء والتأبين لأستاذنا كامم سعد الدين وجزاكم الله خيرا أنكم تحضرون مثل هكذا مناسبة هو جدير بأكثر وأكبر منها لهذا الوجود المعرفي وثقافي الكبير الذي كان عليه تمر في حياتنا مواقف وأشخاص وتجارب نتعلم منها لا سيما حين تكون من أناس كبار القيمة والمكانة والعطاء هؤلاء يعلموننا ويضعوننا على طريق المعرفة أكثر من أساتذتنا الأكاديميين في الجامعة وكاظم سعد الدين كان من بين هؤلاء تعلمت منه الكثير منذ منتصف الثمانينات حين التقينا صدفة يعني كان يقام مهرجان المربد وشات الظروف أن يجلس بجانبي مدعو أستاذ ضيف ياباني وصار يحدثني عن اهتماماته وعرفت أنه مهتم بأدب الطفل ويكتب فيه ولأن إنقليزيتي على تعبيرنا على قدي كنت واجهة صعوبة في فهم كثير منه شاءت الأقدار أن يكون الأستاذ كاظم سعد الدين قريبا منه فقال لي يعني ذكر كلامه رحمه الله أنا تبين اللاصة عليك إن شاء الله قلت لها دعم لأنه يعني كنت في وقت يعني في الدكتوراه يشتغل ولم نكن قد قادرنا العراق وتعلمنا فجلس معنا وترجمنا لهذا البروفيسور الياباني الياباني مقيم في أمريكا ويهتم بأدب الطفل وصارت هذا اللقاء صار ما يقارب ثلاثة أرباع الصفحة نشرناه بإسمينا في جريدة الجمهورية على ما تذكر في 86 ومن يومها صار تواصلي مع الأستاذ كارم سعد الدين رحمه الله وتواصل ورحت وتعلم منه وأقرأ ولم يقصر هو حقيقة في أن يزودني بمعظم مؤلفاته منذ تلك المرحلة هو إنسان كريم معطاه في هذا الجانب وحتى بعد مغادرة العراق ظل تواصلي معه من خلال كتاباته ثم حين عدت عدنا إلى هذه الصلة الإنسانية والمعرفية الرائعة التي كنت فيها تلميذا ولذلك كنت أفعل معه أفعله مع أساتذتي الكبار الذين أسسوا في شخصياتنا كالدكتور عناد غزوان دكتور جلال خياط كنت حين ألاقيه أقبله من رأسه وكنت أتمنى أن أقبله من يده لكنه كان لا يقبل ويغضب أقول له أنت أستاذنا كان آخر لقاء كما ذكر أستاذ رفعت أننا أسسنا لمؤسسة عناب الثقافة الشعبية واخترنا لها سميشان وهو مفردة وهي مفردة بابلية أو سومرية تعني المكان المرتفع فقلت له سنفتتح هذه المؤسسة وأريدك أن تفتتحها اعتذر بوضعه الصحي وبأنه غير قادر على المجيء قلت له سأبعث لك سيارة من الباب وتعيدك إلى الباب حاول أن يعتذر قلت له ويتذكر السادة قلت له يا أستاذ كاظم لو خيروني في فتاح المؤسسة بينك وبين رئيس الجمهورية لاخترتك وما اخترت رئيس الجمهورية فاستفزته هذه العبارة وأثارت أريحية وقال إذن سأحضر وتحامل على الواحد وتسعين سنة التي هو عليها وجاء إلى المؤسسة وافتتحها فعلا وكان من سوء الأقدار أن يعطى للمصعد ونحن في الطابق الرابع ويصر على أن ينزل الطوابق الأربعة وكنت حاول أسنده وكان يرفض المزاح يقول يعني تأقوى مني بهذه الحيوية وبهذه الأريحية التي كان عليها ثم أصر على أن يقدم إلى المكتبة أكثر من مئة كتاب للمؤسسة كان كريما حقيق في كتبه ولا ظن أن أحدا التقاه لم يقدم له من مؤلفاته ما يغنيه وما يحتاجه كاغم سعد الدين رحمه الله مؤسسة ثقافية الترجمة وأدب الطفل والتراث الشعبي ثلاثة خطوط اشتغل عليها متداخلة وقدم فيها عطان يكاد ينفرد به وأقول مؤسسة لأننا حين نتكلم عن باحث ومثقف وكاتب يتتجاوز مؤلفاته المئة والخمسة مؤلف نحن نتكلم عن مؤسسة هكذا كان كاغم سعد الدين في ما أعطى وقبل أيام نازرته كان يحدثني عن كتب أخرى لديه ينتظر أن تطبع لم يتوقف مع كل هذه العمر وهذه السنين في الترجمة تحدث أستاذ رفعت والدكتورة نادية وعن عطائه وفي أدب الطفل كان علامة مضيئة في هذا الجانب هو يشتغل في الثلاثة التراث الشعبي والأدب الطفل والترجمة بتداخل ولذلك ترجمة في أدب الطفل وترجمة في التراث الشعبي وترجمة من هذين المجالين في وجودهما العراقي أو منجزهم العراقي إلى الإنجليزية هكذا كان يشتغل وهب وجوده كله للمعرفة ربما لأن هذا الجانب الذي كان تماسي معه كثيرا هو ما يتعلق بالأدب الشعبي أو التراث الشعبي أستاذ كاظم سعدين كان من أوائل الذين طرحوا مفهوم التراث الشعبي ترجمة كلمة الفولوكلور يعني أنا عندي لقاء مطول معه حقيقة وبخط يده تجاوز العشرين صفحة أحتفظ به قال لي أنه وقف عند مفردة الفولوكلور وترجمها إلى التراث الشعبي منذ العام 1963 نشر مقالة في ذلك الوقت لعلها هي التي تبناها من بعده لطف الخوري وابراهيم الداقوقي وأسسوا مجلة التراث الشعبي وتواصل هو معهم أيضا في تلك المرحلة في التراث الشعبي ما أنجزه الأستاذ كاظم سعدين أيضا لا يقل عن هذا الإنجاز الكبير الذي ربما لو جمعنا عشرة مؤلفين لما أنجزوا ما أنجزه لديه أكثر من 45 كتاب في مجال الأدب الشعبي ودراسات الشعبي وترجمة التراث الشعبي كان موضوعيا في هذا الجانب فاشتغل على ما هو قريب إلى نفسه وما هو قادر على أن يقدم فيه شيئا مضافا ومهما اشتغل على الحكاية الشعبية ويقول لديه فقط عن الحكاية الشعبية العراقية يمكن 12 كتاب يقول لم أهتم بالفنون الأدب الشعبي الأخرى لأن لها مختصوها وهذه رؤية موضوعية يعني هو لم يقترب كثيرا من الشعر الشعبي إلا بإشارات بالنسبة هو قدم فهرس ضخم ومبوّب عن مجالات التراث الشعبي لكنه لم يهتم كثيرا أو لم يقف طويلا عند الشعر الشعبي لإدراكه أن هذا الشعر يحتاج إلى مدركات خاصة في اللهجة وهو ابن ديالة وابن بغداد وابن الكرادة ربما يصعب عليه أن يقرأ الحسجة الجنوبية والدارمي الجنوبي والأبوذية فصب جل اهتمامه على الحكاية الشعبية التي ذكر لي أنه كان يجمعها من عمته عندما كان طالبا في المتوسط ومن جدته ومن محيطه واحتفظ بها حتى أعاد صياغتها بعد ذلك بالسنين هذه الإنسانية العالية جديرة بأن نقف عندها طويلا ونتأملها وكما ذكرت الدكتورة نادية يعني لا بد من جهات تهتم بهذه الشخصية بمنجزها مع الأسف يعني أنه توفى وكلمني يعني ابنه وكت تمنى أن يحضر معنا وهو وعدني بالحضور لكنه يبدو لظروفه أن يذهب هذا الرجل ويعني يدفن دون تشيع رسمي ودون جهات تعتني به وما تبقى من تراثه أشك أن هناك جهة رسمية ستعنا به وتقوم بطبعه لأننا مع الأسف نعيش هذه الأزمنة التي يموت فيها المثقف الكبير ولا يسهل عنه لكن لو كان متوفى مع دعواتنا للناس بالطول العمر والعافية لو كان ممثلا لو كان مطربا لضجة الصحافة ولكن مات كاظم سعد الدين بكل هدوء بكل هدوء دكتور قيس 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 كاظم الجنابي فليتفضل كنت أعتقد أن كاظم سعد الدين بعيدا عن السياسة ولكن من أحاديثه التي حدثني بها أنه مر ببعض الظروف السياسية عبار يقول قبل ثورة 14 تم نقلي لأسباب سياسية مع الذين كنت أجلس معهم واتهموني بتهمة سياسية أنه انتماء اليسارية نقلوني إلى الحلة ودرس اللغة الإنجليزية في ثانوية الحلة ومن الذين نقلوا معه يوسف الصائغ وصبح البصام صبح البصام الذي لا يعرف بصام نعم هذا الساد مختص باللغة العربية والذي ألف كتابا يستدرك به على قل ولا تقل لمصف جواد الله يرحم الصبح البصام نعم ويقول إنه في سنة 1959 ألقي القبض علي مع آخرين والتهم إنه كنا قد كتبنا طلبا إلى الزعيم عبدالكريم قاسم نحذره من مرافقه جاسم العزاوي إنه هذا يعني إلي صلاة بعض الجهات المناوئ للسلطة يوم ذاك واعتقل ولكنه أطلق صراحة بعد أيام بتوسط من شقيق جاسم العزاوي كان ساكن الكرادة أعتقد اسمه مهدي الكاظم أو نعم مهدي الكاظم يقول هو اللي راحل الأخوه تنازل عن الدعوة ولكنه ب63 عزل عن الخدمة والسبب أنه اتهم أنه منتمي إلى حزب المحضور ثم أطلق صراحة لعدم وجود هذا الشيء فهو يعني اقترب من السياسة ولكنه فيما بعد انصرف تماما إلى الكتابة والبحث والتدريس نعم ديبتور دخول الحضور السلام عليكم فرصة سعيدة أن أتحدث عن أبي الروحي كما أسميه وكما يسميني كما يطلق علي دائما أوليتي هكذا يقول أستاذ قاظم السعد الدين تعرفت عليه بحدود منتصف الثمانينات وكنت أكتب في المجلات الموجودة في دار الشؤون الثقافية وكان هو في تلك الفترة مترجما وكاتبا في مجلة الثراث الشعبي وتوتدت علاقة بي يعني مدة طويلة وكان يحدثني عن حياته وأسراره وبعض علاقاته ويحذرني من الكثير من أصدقاء الذين قد خبيرهم في حياته تعدت لي أنه مرة ترجم كتاب وهو كتاب جيب قال أسررت إلى الدكتور المرحوم حسين علي محفوظ فقلت له أنه ترجمت هذا الكتاب فقال له أستعينوا على قضاء حواجئكم بالكتمان أن هذا الكتاب هو كتاب ضخم طبعا في جزئين لم يترجم إلا بعد مدة نشرته دار المؤمون مترجما كاملا وهو في النقد منذ الثمانينات أنا كنت أكتب وألتقي به وكانت علاقتنا علاقة الإبن بأبيه في صاحبته في أحد السفرات وكان أستاذ رفعت واحد من الأخوة الموجودين عندما ذهبنا في مهرجان للمدى سنة 2006 بحدود شهر نيسان تقريبا ولم يكن هناك مكان في أربيل للإقامة واختير لنا مكان هو في شقلاوة الحقيقة أنا في اليوم الأول جئنا في الليل متأخرين فأعطوني غرفة في الطابق الأعلى من الفندق وفي اليوم الثاني تأمر علي الأخوة الأصدقاء لما يعرفون من صداقتي ومحبتي للأستاذ كاظم سعد الدين وقالوا أن الأستاذ كاظم يشخر في الليل وكذا وهذا فمنحت غرفتي وسكنت معهم صاحب المؤامرة باسم عبد الحميد حمودي وبما أن أستاذ باسم أيضا من أصدقائنا فالحقيقة كانت من الطرائف وققنا حوالي ثلاثة أيام هناك في أربيل وقرأنا الموضوع كثير طبعا أنا كتبت عن كتاب الحكاية الشعبية كجزء وكان هو رئيس سحرير مجل التراث الشعبية وكتبت دراسة بعنوان التلقي السلبي للحكاية الشعبية أقصد بعد تدوينها باللغة الفصحة لأنها تفقد هويتها لنقول هكذا والموضوع أيضا هو نشرة وما زال هذا موقف ثابت الحكاية حكاية الحكاية أنها تدوين باللغة الشعبية والحقيقة التقيت به أكثر من مرة وأذكر أنه موقف جدا كان يعني محزن بالنسبة الحكاية بعد 2006 بعد عودتنا اعتقلتني القوات الأمريكية وبقت فترة طويلة بالمعتقل إلى أن خرجت فسألت عنها طبعا بحدود سنة 2008 فقالوا لي أنه في بيت الحكمة يعمل في قسم الترجمة فجئت لأسأل عنها وأسلم عليه وكذا في أثناء مروري في أحد الأروق واجهني هو في الطريق الله يرحمه فمددت يدي لأصافها فطبعا هو قال قال لولادي مهشك فدع ذراعي واهتظني وعانقني عناق ما زد إذا ذكر الله تلك اللحظة لن أنساها كأني ابنه الفعل يعني اعتظني وعانقني قال لي ذلك هل يشير دوما عندك وقيت لا أدري طبعا هو جهودة معروفة يعني الحقيقة في الترجمة والذي أعتقد كتاب عنوانها كبار الكتاب كيف يكتبون مترجم وهو من الكتب الجميلة طبعا وهذا الكتاب طبعا فقد يعني بسرعة من الأسواق لأنه هو نصوص مجموعة مقالات يعني مترجمة وجميلة وعده كتاب آخر مقالة مهمة قرأتها في وقتها كلفتنا مجلة الموقف الثقافي كان رئيسها الدكتور المرشد الزبيدي فأنا كتبت عن روايات الأسرة وهو ترجم موضوع أدب الأسرة ترجم ومن الطريف أنه بعض هذه النصوص كتبها أسرة وهم لعوائلهم أو صديقاتهم أو حبيباتهم أو زوجاتهم وهم يعني في مرحلة ما قبل الإعدام وهذه الأحاسيس من الصعوبة تصويرها وقد طبعا أحسن تصويرها هذا الجانب الجانب الاعتبراني جدا مهم أن تترجم نص لشخص قبل إعدامه يعني نص شعري وهم وغالبتهم ودباء الشعر وهذا طبعا نشر في ملف في مجلة هذه عنده عنده أيضا تحدثت عنه دكتور نادية الذي هو كتاب القصوص ويعتبر من أهم الكتب التي ترجمها وما زلت لحد الآن أنا أعتمد عليه في دراستي للقصة قصيرة جدا أو القصوص وما أشبه وكان أنا ذاك لم تكن معروفة القصوصة يعني لاحد يهتم بها لاحد يكتب إلا أن بعد مدة عندما كتب إبراهيم أحمد وجماعة آخرين بدأوا يهتمون بهذا الفن أنا لا أستطيع أن أصفها لأنه اعتبره بمقام والدي الحقيقة وعندما التقيت به عام 2008 طبعا بعدها تفاوت اتلقاءاتي به لم أعدر لأنه الحقيقة أنا ابتعدت انتقلت إلى النجف للعمل في جامعة الإسلامية كلية الإعلام وانقطعت الصلاتي في الوسط الثقافي أو شبه انقطعت في بغداد وكان تردد جدا قليل بسبب الظروف الموجودة المحيطة وداخلية والخارجية أنا أشكر الأخوة اللي دعوني يتحدث عنه والحقيقة كما يقولون عاد لي وجعي في فقدان هذا الأب أشكركم جدا شكرا للأخ الدكتور قيس الجنابي على هذه الكلمة والآن الكلمة للأساد علي حسن الفواز اللي يتفضل قبل نحو سنتين قبل الجائحة المعروفة قال لي كاظم سعد الدين إن له من الكتب المخطوطة عشر كتب هي مهيئة للنشر لا أعرف الآن ما هو مصيرها وقال لي لدي ثمانية كتب باللغة الإنجليزية أو ألف باللغة الإنجليزية موضوعات تخص العراق ولكن يعني أحب أن أذكر هذا بيت الحكمة ألف لجنة لترجمة الوثائق البريطانية عن العراق ومن ضمن هذه اللجنة الأستاذ كاظم سعد الدين وطهم فترة زمنية لإنجاز كل شخص انطوه فترة زمنية وثائق فترة زمنية معينة الأستاذ كاظم سعد الدين قبل انتهاء هذه الفترة هو كمل ترجمته للكتاب العراق في السجلات البريطانية صدر هذا الجزء عن بيت الحكمة بمجلد كبير نحو ألف صفحة وعندما ذكرت له انه هذه خلال الأشهر قليلة ترجم هذه الترجمة الكبيرة فقال لي ان هذا المشروع كان قبل 2003 وانا يكتب يقول كملت قسم كبير وهو من أواخر كتبة الى اهداع رحمه الله ورجل كان يعني يسابق الزمن بالكتابة يعني يريد يقدم شيء قبل ان يعني يتم الرحيل مع الاسم فضل السلام السلام عليكم وشكرا للمؤسسة المدى وشكرا للصديق رفعت لقد اغنى الاصدقاء الحديث بعمق عن سيرة الراحل استاذ كاظم سعد الدين لكن مهما كان هذا الاغناء تبقى السيرة مفتوحة ويبقى الحديث مفتوح عن شخصية ثقافية ملتزمة ب مواقفها وملتزمة بقيمة المعرفة والثقافة اخلاقيا و ايمان بان الثقافة مشروع وهذا المشروع يحتاج الى اشتغالات و الى مقاربات و الى مجاورات و الى تأصيلات لانك لا يمكن ان تصنع ثقافة اللم توفر لهذه الثقافة ما يجعلها عميقة وفاعلة والراحل كان من الذين يؤمنون بان الانسان اثر والاثر هو الذي يخلد الشخص مهما كان هذا الشخص وكلنا يعرف ان الخالدين في تاريخنا كانوا بما تركوه من اثر اثر ثقافي اثر اجتماعي اثر سياسي واذا كان هذا الاثر وثيقة فاعتقد ان هذه الوثيقة هي التي تعطي لهذا الاثر قيمة كبيرة رمزية و فاعلة في وجدان الناس كاظم يعني سعد الدين كلما اتذكر كاظم سعد الدين اتذكر عباس محمود العقاد لا اعرف لماذا لا اجد رابط بين الاثنين لكن اعتقد ان هذه الشراسة في الانتماء الى المعرفة وهذه العملقة في التعاطي مع اهمية الفكر وفي مواجهة التحديات الثقافية اللغوية المعرفية الانسانية محاولة عباس محمود العقاد في انه يلامس كل الاشياء يعني كان مقاليا وكان سياسيا وكان قاصا وروائيا الى اخر وحتى كان سياسيا رغم انها سياسة مبطنة وكان يواجه الاشياء بشراسة كاظم سعد الدين ايضا ربما التوصيف المنهجي لاشتغالات كاظم سعد الدين لا نجد توصيفا منهجيا ولا توصيف ولا حتى تأطير اكاديمي لاشتغالات كاظم سعد الدين كاظم سعد الدين صحيح ان هناك اشياء يُعنى بها باهتمام يعني لا سيما عنايته بالتاريخ كما اشتغل على قضايا التاريخ العراق السياسي وتاريخ الوثيقة العراقية وهذه مهمة يعني ربما الكثير لم يعني لم ينتبه لها ان ترجمة الوثيقة وثيقة التاريخ هذه مسائل مهمة كذلك عنايته اكضا بالتاريخ اللي هي قضية الموروث الشعبي الموروث الشعبي بقطع النظر عن التوصيف العلمي والاكاديمي هو ايضا يدخل من باب التاريخ تاريخ الناس تاريخ الصراعات تاريخ ما هو مخذي ما هو نسقي في تاريخ في ثقافتنا لانه يعني الحكاية الشعبية هي حكاية الناس المهمشة حكاية المعذبين حكاية المنسيين ايضا الادب الاطفال وحتى انا بتقديري يعني جانب او جنبة الادبية الجنبة الادبية عند يعني رغم عدم وضوحة بشكل كبير لكن بتقديري ان جنبة الادبية عند كاظم سعدين كانت هي الجنبة المغذية لانه لانه تذكرت بالامس قبل يوم انه توفت واحدة من النحاتات المهمة والكاتبات المهمة يا مونة سعودي الكاتبة الاردنية او السعودية يعني خلطة خلطة الولاءات مالتها لكن عبارة جميلة دائما تتحدث فيها مونة سعودي تقول ان كل شيء يأتي من الشعر يعني خاصة نحن الثقافة العربية تأتي من الشعر انا اقول كاظم سعدين كل شيء يأتي من الادب بمعنى العمومي لان الادب هو الذي يغذي يغذي الخطاب يلون الخطاب يشعرن الخطاب يعطيه هذه الجمالية واعتقد من يقرأ كاظم سعدين في ترجماته من يقرأ سعدين في مقالاته سيجد هذه الروح الشعرية او هذه الروح الادبية متجدرة هو مثل ما ذكرت الدكتورة نادية هذه اللغة اللغة الشفيفة اللغة البصفة هذه اللغة لا يمكن لها ان تكون فاعلة وحاضرة اذا لم يكن وراها هناك روح او وجدان ادبي هو الذي يغذي وبالتالي يخفف او يعطي لهذه الجملة النحوية بنية جمالية بنية بصرية بنية تشكيلية ايضا بنية تمثيلية لانها كيف تمثل الافكار فاهمية كاظم سعدين يعني الاخوان اغنوا وتحدثوا كثيرا لكن اهمية كاظم سعدين وربما من الصعب جدا احدين سكاظم لماذا؟ لانه كلما نقرأ ادب الاطفال سنجد ان كاظم سعدين لديه مكتبة خاصة بترجمات ادب الاطفال حينما نقرأ التراث الشعبي سنجد وبالمناسبة ان الان التراث الشعبي تحول الى مشغل كبير تحول لان الان الامم صحيح ان كلما ضغطت العولمة على الناس او كلما ضغطت الثقافات الاستهلاكية على الناس تلجأ الناس الى الهويات وكأنها تبحث عن صيانات روحية او تبحث عن ملاذات روحية لكي تواجه فيها هذه التحديات تحديات المحو تحديات الزوال تحديات التغيب كاظم سعدين واحد من اكثر الادباء العراقيين الذين اشتغلوا على موضوع التراث الشعبي بوصفه جزء من منظومة او جزء من مركب الهوية لاننا نجد دواتنا حتى وان كانت هذه الكتابات فيها يعني ذات بعد ترجمي لكن بتقديل هو ايضا يشتغل على هويات الشعوب الشعوب هي هويات الشعوب هي لغات يعني هذا التلاسن وهذا التشابك اللغوي ما بين الشعوب فكاظم سعدين كان يدرك اهمية ان يشتغل في هذه المناطق هذه المناطق المحببة لنفسه وسهلة التداول سهلة الاستهلاك هو لم يتورط مثلا بالكتابة الفلسفية هو لم يتورط بالكتابة التاريخية بمعناها الجدلي بمعناها السجالي لكنه حاول ان يشتغل او ان يقارب القضايا التي تمس ما يعزز وما يؤسز لذائذ الاشياء عند الناس يعني الاشكال او البنيات الادبية التي يمكن ان تمنح القارئ احساس بذاته يمكن ان تمنح لكن مع ذلك كاظم سعدين كان له ايضا قصية وله انتقائية جيدة وهو يعني يعني ليس بعيدا عن التاريخ السياسي يعني اخفاء الانتماء السياسي او المرجعيات السياسية لكاظم سعدين اعتقد فيها من التورية ايضا كاظم سعدين كان جزء من منظومة اليسار اليسار بكل ما تعني هذه اليسار من التزام من ايمام بان المثقف هو موقف المثقف هو رؤية المثقف هو مواجهة فاعتقد كاظم سعدين اعتقل لأكثر من مرة وعفيا اكثر من مرة ونوفيا لأكثر من مرة هذا دليل على ان هناك مرجعيات سياسية عميقة ربما هي غير مكشوفة لكنها موجودة ومن يخرأ كاظم سعدين في تفاصيله او من يحاول ان يحفر سيجد هذه المواقف هذه الالتزامات هذه القيمة الاخلاقية وهذه القيمة الوطنية وهذه القيمة التاريخية العميقة الموجودة في اشتغالها تكاظم سعدين يرحمك الله يا أبا كفاح شكرا جزيلا شكرا شكرا أستاذ علي حسن فواز على هذه الكلمة الحقيقة يعني انتماء السياسي وواضح اتجاه الديمقراطي اليساري بدليل انه انتخب يعني عن نقابة المعلمين في مدينة الخاص عن الجبهة الديمقراطية يعني سنة 1960 يوم كان الأستاذ نجيب محيدين هو نقيب المعلمين العراقيين فهو اعتقال سنة 63 وعزل عن دليل على انه هو توجه يساري واضح ولكنه هو كما قال الأستاذ الفواز يعني حجب هذا الشيء وانصرف تماما الى الكتابة والعلم من كتبه المشهورة في السنوات الأخيرة كتابة مشاهير أدباء العالم هذا كتاب كبير نشرته اعتقد دار المؤمون للنشر كتاب كبير جدا عن كثير من أدباء العالم شمالا وجنوبا و الكتاب يعني لطيف يقرأ أنا شخصيا قرأته بأكمله ل اختيارات هذا الكاتب لهذا الكتاب الذي ترجمه الأستاذ كاظم سعد الدين وانكتب عن هذا الكتاب الشيء الكثير ومن هؤلاء الكتاب على أستاذ شاكيب كاظم الذي جاء إلى هذه الجلسة فليتفضل لقاء كلمته عن أستاذ كاظم سعد الدين هو تقريبا أقرب إلى الحزب الوطني الديمقراطي يعني تصور يعني علاقته بنجيب محي الدين وعلاقته بأخه نجيب وهو الأستاذ خالص قريب من الحزب الوطني الديمقراطي حزب كامل ستظل جهود كاظم سعد الدين ماكثة في أذهان الدارسين لعل ترجمة رافد من أهم روافد التلاقح الثقافي والمعرف بين شعوب الأرض لذا اهتم العرب المسلمون بهذا الرافد المعرفي وهم يبنون دولتهم فأنشأ العباسيون بيت الحكم في بغداد فيما أنشأ الفاطميون دار الحكم في القاهرة لكن هذه الدار أجهضها صلاح الدين الأيوبي حين أدالت دولة الفاطمية وكان لابد لأهل الأندلس من مدرسة المترجمين هكذا هو عنوانه أنشأه في مدينة طليطلة ستحدث عن الترجمة لأنه تحدث يعني السادة وسيدات تحدث عن كارم سعد الدين لقد اهتم المؤمون بقضية الترجمة ولا سيما عن الهندية واليونانية على الرغم من وثنية الأفكار التي لا تأكلف مع الإسلام الموحد والعلى أول كتاب ترجمة العربية هو كتاب كليلة ودمنة الذي نقله روزب ابن داذويه المعروف بعبدالله بن المقاف حينما أسلم غير اسمه الذي اختلف الدارسون في مقتله المأساوي وأرى أن قتله جاء بسبب كتابة وثيقة الأمان لعبدالله بن علي عم المنصور الذي خرج عليه في البصرة وحينما يعني ألقي القضو عليه كتب عبدالله المقاف كتاب الأمان ما يستطيع المنصور أن يقتله فبعد يقتله لأنه لم يجد مجالا لقتله لقتل عمه القائمين عليها اهتموا بأمور الترجمة حتى أن الملك فيصل الأول بذل جهدا مكثفا كي يجتلب المترجم الظليع الكبير عبد المسيح وزير الذي أنشأ المعجم العسكري وترجم كل مصطلحات الجيش العراقي وكان وكان هذا المعجم العسكري مثابة ولبنة لأن تترجم أو تعرب كل مصطلحات الجيوش العربية استخدمت الجامعة العربية فتصور هذا الجهد العظيم الذي بذله عبد المسيح وزير ولم يلتفت عليه أحد لقد أنجب العراق رعيلا رائعا في الترجمة سواء من اللغات الإنجليزية أم الفرنسية أم الروسية والإسبانية فضلا عن لغات العراق القديمة التي يقف على رأسها العلامة طه باقر الذي له فضل ترجمة ملحمة هو الذي رأى ملحمة جلقامش أو جلجامش أو قلقميش على لغة الكبير الرائع عبد الحق فاضل وإذ ترجمة طه باقر الملحمة نثرا فإن عبد الحق فاضل ترجمها شعرا فتصور ومن أفذاذ المترجمين في العراق جعفر الخياط وجبرا ونجيب المانع وصلاح نيازي فضلا عبد الواحد محمد وعبد الواحد الرائع الكبير الذي له فضل ترجمة موسوعة المصطلح النقدي بأجزاءها العديدة ومحمد درويش وسعيد الغانمي مكتبة متنقلة سعيد الغانمي الآن هو في الغربة ويؤيل يوسف عزيز ولطفية الدليمي وابتسام عبد الله وفي الأدب السوفيتي أو الروسي جليل كمال الدين وضياء نافع وغاء طعم فرمان وبسام ياسين رشيد البزاز عن اختصاص الإسباني وعبد العطيف الموسوي عن الفرنسية ثم تمقول نقدية إيطالية مفادها الترجم خيانا وأرى أن هذا ينطبق على الشعر لما يحويه من كنايات واستعارات ومرموزات فضلا عن الوزن والقافية كذلك الأسلوب القرآني عالي المستوى حتى أن المستشرق الفرنسي الشهير جيس دوبري يعني يبيح على رغم أنه ترجم القرآن الكريم لكنه لا يدرك الوجه البلاغي في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة يقول لتلميذه إبراهيم الساموراي أنا لا أفهم هذا القول بدليل لأنه فثقافة الفرنسيين تختلف عن ثقافة العرب فضلا عن قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب لقد فهم من هذا القول الإلهي إنه استفهام إمكاري وهذا لا يعني يؤدي المعنى وإنما هو معنى إيجابي أن إن بذكر الله أو إن بذكر الله تطمئن القلوب كما لم يفهم مترجمون إنجليز المعنى المجازي لقوله تعالى انشق القمر في اقتربت الساعة وانشق القمر ومن هذا الرأيل الترجم الرائع المترجم الظليع الأستاذ كاظم سعد الدين الذي فقدته ثقافة العراق والعرب يوم الرابع عشر من شباط الحالي الذي رفد المكتب العربي بعديد الكتب المهمة مثل رواية الأقرباء الأبعدون للرواء المكسيكي الشهير كارلوس فوينتس نقلها أستاذ كاظم لا يعرف اللغات الأخرى وانا ما نقولها عن لغة وسيطة هي اللغة الإنجليزية فضلا عن كتاب بحوث في الثقافة العالمية الألسنية والأدب والفن وله كتاب آخر المستشعر الروسي فيلش تينيسكي أيضا نقله عن لغة وسيطة وهذه معضلة أخرى في عوالم الترجمة إذ من الأفضل نقلها عن لغة الأصل من غير لغة وسيطة كي لا يبتعد المترجم عفوا كي لا يبتعد المترجم عن لغة الأصل والدخول في متها التعدد الوسطى يعني عن لغة عن لغة أخرى في الرحلة نحو لغة الهدف كما ترجم لنا قصائد مختارة من الشعر الإسباني القتيل غارسي لوركا فضلا عن كتابه الأهم كما أراه مشاهير أدباء العالم ذكريات وحوارات ويقع في أزيد من ستمائة صفحة وقد أدرت عنه حديثا نقديا نشرته المدى يوم أمس في ملحقها هذا الجهد الترجم الرائع الذي بذله شيخ المترجمين العراقيين الأستاذ كاظم سعد الدين الذي نافع على ستة عقود من عمره المديد هو الذي سيبقيه في ذاكرة الزمان وذاكرة القراء الجاددين على الرغم من عمليات الإنساء والإمحاء التي تمارسها الأيام في سيرورتها نحو اللاء وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ولا ريب أن جهود الأستاذ كاظم سعد الدين ستظل ما كثة في الأرض حسب بل ستظل في عقول وأذهان الدارسين والقراء الجادين وما هذا بالهي ولا اليسير وفي ذلك حسبه ومرامه والسلام عليكم شكرا الأستاذ شكيب كاظم على هذه الكلمة الطيبة والحقيقة أني على يقين بأن الأستاذ كاظم سعد الدين رحمه الله قد ترك على منظته العديد من الكتب يعني يروم إنجازها بدليل أني في الشهر الأخير من سنة 2019 كلفته من إحدى الجهات وهي العتبة العباسية في كربلا أن أن يقوم الأستاذ كاظم سعد الدين بترجمة الوثائق الخاصة بمدينة كربلا في يعني الوثائق السفارة البريطانية هو الرجل اعتذر وقال لي لدي خمسة كتب بهذا الموضوع موضوع الوثائق العراقية يعني الخزائن البريطانية وأعتقد هذه الأعمال يعني بقيت أمامه حتى اخترمه الموت مع الأسب رحم الله كاظم سعد الدين وأجزل له الثواب وتمنيات لأعماله القديمة أو التي أنجزها مؤخرا أن تظهر إلى النور خدمة للفكر العراقي والثقافة العراقية وأشكر حضوركم وإلى لقاء المقبل ترجمة نانسي قنقر